اشتركوا في القناة في جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالاشخاص والرق الحديث مستعرضا مع عليها الجهود التي بدلتها والمبادرات التي انجزتها في هذا المجال ومن بينها التصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بما في ذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الى جانب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال وتنفيذ قانون مكافحة الاتجار الذي يحضر جميع اشكال الاتجار بالاشخاص وانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وغيرها من المبادرات واشر معاني وزير الخارجية الى ان هذه الجهود اسفرت عن رفع تصنيف البحرين الى الفئة الاولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة السنوي حول الاتجار بالاشخاص الصادر في يونيو الماضي كاول دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحصل على هذا التصنيف العالي كما تم تكريم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص بمملكة البحرين من قبل وزارة الخارجية الامريكية لجهود في حماية ضحايا الاتجار والحد من ضعف العمالة الوافدة وكذا معالي وزير الخارجي ان البحرين ستظل ملتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ودعم جميع الجهود على المستوى متعدد الاطراف لمكافحة العمل القسري والاتجار بالاشخاص والرق الحديث ترجمة نانسي قنقر